عين على عدم توسع السرع وعين أخرى تتعقب أي أثر للمحتجزين في غزة الولايات المتحدة لم تكتفي بالتفاوض مع الوسطاء لها الحالة ملف المحتجزين بل لجأت إلى خيار آخر وهو جمع المعلومات الاستخباراتية ففي أول تدخل مباشر في الحرب في غزة يعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس منذ السابع من أكتوبر وهي طلعات جوية بدأت تقوم بها الطائرات المسيرة الأمريكية منذ أكثر من أسبوع العدد الدقيق للرهائن الأمريكيين لم يكن واضحا في الأيام الماضية إلا أن مسؤولين أمريكيين ألمحوا إلى أن عددهم قد يكون عشرة محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية مرجحين أنهم موجودون في شبكة أنفاق مترامية الأطراف تابعة لحمس إضافة إلى نحو تسعة من حاملي الجنسية البريطانية وثمانية يحملون الجنسية الألمانية بينما يحمل ستة عشر من المحتجزين الجنسية الأرجنتينية رهائن أشار الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى أن هناك اعتقادا بأن أغلبهم ما زالوا أحياء وأمام الجهود الأمريكية لفك لغز ملف المحتجزين تتزايد المخاوف على حياتهم خاصة مع كثافة القصف الإسرائيلي على القطاع وإعلان حماس عن مقتل أكثر من خمسين محتجزا حتى الآن من جراء تلك الضربات وآخرها كان إعلان الحركة عن مقتل سبعة محتجزين في الغارات الأخيرة على مخيم جباليا ترجمة نانسي قنقر